واتل معنا تدنو من نور الرحمن الحمد لله قال الله عز وجل في سورة التين والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه السورة ذكر فيها الأكمل في الثمار والأكمل في البلدان والأكمل في الخلقة والفطرة قال الله عز وجل فيها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه الآية تمنع كل إنسان أن يسخر بخلقة الله عز وجل على أحد من الخلق لأن الله عز وجل قد كمل خلق الإنسان في أحسن تقويم وقال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم فهو منهم ومن الآيات كذلك في سورة العلق قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآية افتتح الله عز وجل بها سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أمة متعلمة أمرهم الله عز وجل بالعلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق وختم الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب فأول السورة فيها الأمر بالعلم وآخر السورة فيها الأمر بالعمل وهذه مخالفة لما كان يفعله اليهود وما كان يفعله النصارى فاليهود قوم علموا ولم يعملوا فعملوا بأول السورة وتركوا آخرها وأما النصارى فقومن عملوا ولم يعلموا عملوا على جهل فعملوا بآخر السورة وتركوا أولها أما هذه الأمة الأمة المحمدية فإن الله عز وجل أمرهم بالعلم وأمرهم بالعمل وقال علي بنبي طالب رضي الله عنه وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن وهذا الأمر في هذه السورة بالعلم جاء بلفظ الربوبية بلفظ الربوبية اقرأ باسم ربك الذي خلق وجاء في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن فهذا حري بكل معلم أن يتمثل الرحمة في تعليمه لمن تحته ومن التأملات كذلك في سورة القدر أن الله عز وجل فخم شأنها فكرر ذكرها ثلاثا وعظمها فأنزل فيها القرآن وزاد تشريفها فأنزل فيها الملائكة وخص منهم جبريل عليه السلام قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة خير من ألف شهر فيما سواها وهذه الليلة ذكر الله عز وجل فيها أنه فيها يفرق كل أمر حكيم فمقادير السنة تكون في هذه الليلة ومن عمل فيها بخير فإنه يجازى بألف شهر فيما سواها ترجمة نانسي قنقر